هذه أبرز العناوين أشرف حكيمي طمئن الرقل قبل مواجهة البرازيل عجل وصول لعب آخر إلى معسكر المنتخب المغربي نجم جديد يقرر لعب للمنتخب المغربي على حساب بلجيكا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أشرف حكيمي طمئن الرقل قبل مواجهة البرازيل إطمأن وليد الرقل مدرب المنتخب المغربي على حضور نجم دفاع الأصود أشرف حكيمية لوديتي البرازيل والبيرو نهاية الشهر الجارية ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخب البرازيل والبيرو خلال نهاية شهر مارس الجارية وهو ما جعل مدرب الأصود والد رقراكي يتوصل مع نجم بريسان جرمان ليتأكد من جاهزيته للمواجهتين وعلم أن حكيمي أبلغ الرقراكي بأنه يتعافى بشكل جيد وغيابه عن مباراة رن جاء بتنصيق مع الجهاز الطبي للنادي خاشية تفاقم وضعيتها وكان حكيمي قضى عن تدريب السان جرمان الجماعية لمدة طويلة بداعي إصابة عطلية إذ لم يشارك بسببها في مباراة نانت برسم الجولة السابعة والعشرين وأمام بريست ويستقبل أصود الأطلس المنتخب البرازيلي يوم السبت والخامس والعشرين من مارس الجارية على أرض يتيم ملعب ابن بطوطة بطنجا في أول ظهور للمنتخبين بعد مشاركتهم في كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين عاجل وصل لاعب آخر إلى معسكر المنتخب المغربي حل الدولي والمغربي نيف أكراد مدافع ويستهام يونيتد الإنجليزي مباكرا بالمغرب وذلك للمشاركة في معسكر أصود الأطلس واستغل المدافع المغربي فترة الراحة التي يستفيد منها فريقها بعد تأجيل مباراة في الدولة الإنجليزية بسبب التزام خصمه بالمشاركة في مصابقة الكأس من أجل القدوم مبكرا إلى المغرب ومعلوم أن نيف أكراد سيكون حاضرا مع أصود الأطلس في المباراة الوديتين القادمتين ضد البرازيل والبيرو نجم جديد يقرر اللعب للمنتخب المغربي على حساب بلجيكا يعاني مسؤول الاتحاد البلجيكي لكرة القدم من حالة السنفارنة بعد انضمام عدد من المواهب الشاب ذات الأصول المغربية للمنتخب الوطني المغربية ويشكل هذا الأمر قلق للاتحاد البلجيكي بسبب خسرته لهؤلاء اللاعبين الذين نشأوا ولعبوا في البلد الأوروبية وعدم تمتيلهم لمنتخب الشياطين الحمر وفق لمسؤول بارز داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم فإن تراجع اللاعب علي معمر الذي يلعب في خط الوسط بواجبات دفاعية مع فرق أندال الاختال بلجيكي حيث تراجع عن تمتيل منتخب بلجيكا واختار تمتيل منتخب المغرب تحت العشرين سنة هذا التراجع كان مفاجئا لمسؤول الاتحاد البلجيكي ويعد معمر واحدا من المواهب التي حضيت بإشادة النقاد الرياضي في بلجيكا ويعد هذا التحول في الانتماء الرياضي للاعبين ذو الأصول المغربية ظاهرة متزايدة مما دفع مسؤول الاتحاد البلجيكي لتفكير في إيجاد حلول مناسبة لمنع هذا النوع من الانتماء وسيشارك اللاعب علي معمر في المعسكر التدريبي الذي سيأخذه منتخب المغرب للشباب في مركز محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدربي المغربي محمد وهبي الذي عامل لسنوات طويلة في بلجيكا ويعرف جيدا المؤهلات الفنية والبدنية لللاعب بعلم عمر مدرب مارسيليا يطمئن الريقراغي على أنحي قبل قمة الأصود أمام البرازيل طمئن إيغور تودور مدرب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم من ناخب الوطني وليد الريقراغي عن وضعية عز دين أنحي في الفريق فإذا لعدم الاعتماد عليه أساسيا في المباريات الماضية وقال المدرب المذكور أن النجم المغربي في تطور مستمر مشيرا إلى أنه سيمنحه فرصة لللاعب كأساسية خلال المباريات المقبلة وشدد المتحدث داس على أن الدولية المغربية يسير في خط مستقيم ويوقع على مستوى جيد خلال تدريب وزد المدرب المذكور أن اللاعب أناحي مميز وموهوب ومستوى عالي في التمرير والمراوغة مشيرا إلى أنه يمكنه أن يصبح لاحبا مهما بالنسبة للفريق يشار إلى أن الناخب الوطني وليد الريقراغي وجهت دعوة للنجم أناحي للمشاركة في وديتي البرازيل والبيرو أمر رابط مطلوب بقوة بتطنهم الإنجليزي أفادت مصادر إعلامي رياضي فرنسيان الدولية المغربي سوفيانا مرابط لعب نادي فييرونتين الإيطالي لكرة القدم مطلوب بقوة في فريق تطنهم هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ووضحت المصادر أن مسؤول الفريق اللندونية يتطلعون الموسم المقبل إلى تشكيل فريق قوي قادر على التنفس محليا وقاريا وذلك من خلال تخصيص ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع لاعبنا من مستوى عالي على غير ريسوفيان أمرابط الذي أثر إعجاب مدرب تطنهم الإيطالي أنطونيو كونتي بالنظر إلى الأداء الرائعة الذي قدمه مع المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم ووصله مع فريقه الحالي على الصعيد بطولة السيريئة الإيطالية يذكر أن أمرابط كان محط اهتمامي العديد من الأندية الأوروبية بعد المونديال من شكلة ليفربول الإنجليزي وأتليتيكو مادريد وبرشلون الإسبانيين النجم البرازيلي السابق ريفالدو المغرب سيكون خصما قوي للسانبا قال الدولي البرازيلي السابق ريفالدو أن منتخب الأصود يتوفر على مجموعة قوية قدمت مستوى خيالي في منافسة كأس العالم التي أجريت بقطر ووضح الأسطورة البرازيليا في تصريحات تلفزيونية أن المقابلة ستكون مفيدة وجيدة للمنتخبين والحضوض متساوية بينهما وأضف ريفالدو أن مستوى الكرة المغربية تطور في السنوات الأخيرة ولديه معدد من اللاعبين يمارسون في أكبر الأندية الأوروبية لذا فإن الإنجاز التاريخي في المونديان لم يكن مستضفة وكان وليد رجراجي مدرب المنتخب المغربي قد أعلن مؤخرا عن قائمة اللاعبين الذين سيأخذون المباراتين الوديتين أمام منتخبي البرازيل بملعب ابن بطوطة بطانجة في الخامس والعشرين من ميرس الجارية والبيرو يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته بملعب وانضا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد باتنا هذا سبب الهزمة الكبيرة من الاتحاد قال الدولي المغرب مورد باتنا مهاجم الفاتح أن فريقه تأثر بضغط المباريات أمام الاتحاد في المباراة التي حسمها الأخير بالفوز بخمسة لواحد ضمن منافسة المرحلة الواحدة والعشرين من دور روشن السعود لكرة القدم وضف باتنا في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن اللاعب الفاتح كانوا مميزين في الشرط الأول وصنحت لهم العديد من الفرص للتسجيل لكن في الشوط الثاني ترجع أداء الفريق نتيجة ضغط المباريات في الأسبوعين الأخيرين بخوض خمس مباريات وأشاربتنا إلى أن مصعب الأمور تسجيل الاتحاد هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني مختتما نتمنى أن نتخطى هذه الخسارة الكبيرة ونعمل على تصحيح الأخطاء بعد فترة التوقف ويتصدر الاتحاد ترتيب الدور السعودي برصيد خمسين نقطة فيما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 32 نقطة